السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام كلنا شايفين الأحداث التي تحدث حول العالم الأحداث مشتعلة بالمعنى الحرفي للكلمة كلها أمور عظام أو إرهاصات الأمور العظام اللي بتهيأ الأرض للحدث الكبير ألا وهو ظهور الإمام المهدي ما تستقلش ظهور الإمام المهدي هذا الرجل اللي هيغير معالم التاريخ أولا وهيغير شكل العالم والعالم هيتغير شكله على يد الإمام المهدي وكل العالم في توقيت معين هادي لله بالإسلام بفضل الله أولا ثم بتقدير الله لتواجد هذا الرجل ثانية فانتبهوا جيدا لأن الكلام اللي احنا هنقولهلكم النهاردة في خضم الفتن اللي بتضرب الأمة واللي بتواجه الأمة لا بد أن نعود إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة في ظل الفوضى الكبيرة اللي بتحدث الآن في مواقع التواصل والقنوات والكلام اللي كله بيبقى عبارة عن اجتهادات لكن لازم نعود إلى سنة النبي النهاردة هكلمكم عن مكة آخر الزمان وكيف أن كل العلامات التي تحدث الآن في مكة لم تحدث في تاريخ مكة على الإطلاق وهتقتنع بعد ما تخلص سماع هذه الحلقة وتشوف فعلا أن اللي حصل في مكة انطباق الأحاديث بصورة غير طبيعية في البداية الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا أن مكة هيحصل فيها حدث كبير هيبقى دا مؤشر لبداية الأحداث يبايع للرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونها خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه يبا اللي احنا نفهم من سياق هذا الحديث أن الرجل الذي سيبايع ما بين الركن والمقام ليس هو المهدي كما يظن الكثير بل هو العائزة الأول جهيمان والحديث دا بيكلمنا عن مرحلة مهمة من مراحل استحلال البيت من مراحل استحلال الكعبة يبايع جهيمان أو القحطاني ومعه جهيمان ويقتل وهذا يعني صورة كبيرة من صور استحلال هذا البيت فإذا استحلوا فلا تسأل عن هلكة العرب ثم للطراخي زمنيا فترة زمنية كبيرة ما بين الحادث بتاع العائز الأول وما بين تخريب الأحباش ليه الكعبة خراب لا يعمر بعده أبدا يعني فترة زمنية طويلة جدا جدا يعني تمتد يعني تخش مثلا في سنين تعدي خانة المئة زي ما هو حاصل دلوقتي الرسول كمان في حديث آخر بيأكد هذا المعنى سيخرج أهل مكة منها ثم لا يعمرونها أو لا تعمر إلا قليلا ثم تعمر وتمتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا يبقى هذا الحديث كمان بيبين لنا معلم من المعالم التي تحققت وحدثت بالحرف في مكة وسيخرج أهل مكة منها والناس كانتش مستوعبة أيام الرسول إن الناس هيخرجوا من مكة ثم لا يعمرونها هل الكلام ده حصل إمتى حصل فترة الفتوحات الإسلامية خرج الكثير من أهل مكة منها وتباطأت حركة العمران بصورة كبيرة جدا لمدة قرون طويلة أيضا كان شكل الطابع بتاع مكة لمدة قرون طويلة قريب من شكل مكة أيام النبي عليه الصلاة والسلام وكان الطابع الإسلامي مسيطر على شكل مكة لمدة قرون وثم عادت حركة العمران في عهد الدولة السعودية خاصة بعد حادثة الحرم الشهيرة اللي حصلت وبدأ العمران يمتد فيها ودل الرسول وصفه لنا عليه الصلاة والسلام علشان تخش مكة في مرحلة جديدة جدا هي مرحلة فيها عمران ولكن في نفس التوقيت فيها استحلال للبيت يعني إيه استحلال للبيت؟ اللي إحنا ملاحظينه أن في عهد الدولة السعودية في حالة من الهوس والولع بالتشبه بالطراز العمراني الأجنبي الغربي وتحولت مكة من مدينة عطيقة قديمة فيها تراز إسلامي قديم إلى مدينة فيها مباني حديثة وأبراك حديثة ومطاعم في قلب مكة مطاعم مكدونالز ومطاعم لكنتاكي ومطاعم لمحلات فاخرة وحديثة وتحقق كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كمان عايز ألفت نظرك أن التوسع العمراني في مكة كان نوع من أنواع استحلال الحرم والبيت لأن تم تجريف كثير من الآثار الإسلامية وتم هدم مسجد بلال وبيت السيدة خديجة وأمثلة كثيرة جدا وطمسط المعالم القديمة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبرها أن هي نوع من أنواع استحلال البيت أيضا هناك ملمح مهم جدا ألا وهو هدم الكعبة وبناء الكعبة أفضل مما كانت وهذا ما أخبر عنه النبي وبين لنا أن لو هذه العلامات تحققت فقد أظلنا الأمر فقد أزف الأمر فأخذوا حزاركم ده الرسول اللي بيقول عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا هدمتم هذا البيت فلم تدعوا حجرا على حجر الناس استغربوا الصحابة قالوا ونحن على الإسلام قال ونحن على الإسلام قلت ثم ماذا قال ثم يبنى أحسن مما كان فإذا رأيت مكة بدأ بقى الرسول يقوله بدأ يبين لنا ملامح حصلت حصلت وتحققت فإذا رأيت مكة قد بعجت كظائم رأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظلك خلاص يبقى هل الأمور دي تحققت شفناها وتحققت بقوة كبيرة جدا إذا رأيت بيوت مكة قد علت أخشبيها وفجرت بطونها أنهارا فقد أزف الأمر أخشبيها يعني جبلين في مكة بعجت كظائم فجرت بطون الجبال أنهارا وهذه دلالة عن الأنفاق التي بعجت في بطون الجبال والسيارات التي تدرك أنهار الجارية والمباني التي غطت أعالي الجبال ولأول مرة نرى هذا الأمر في عهد الدولة السعودية مما يؤكد أن كل العلامات التي أخبر عنها النبي وربطها باستحلال البيت مع مبايعة الرجل الأول اللي هو العائز الأول جهيمان والقحطاني كل دا حصل ولم يتبقى إلا أن يظهر العائز الثاني الإمام المهدي يبقى الأحاديث المتأمل في هذه الأحاديث وهذه الأدلة إذا ما تأملنا واقع مكة الآن أو إن شئت قل مكة في آخر الزمان سوف تخلص بنتيجة واحدة حتمية أن القادم بعدما قرأنا واستعرضنا أحاديث مكة آخر الزمان القادم هو ظهور العائز الثاني الإمام المهدي القادم مباشرة ما فيش بينهما أي فواصل بالنسبة لعلامات مكة آخر الزمان وللحديث بقية بارك الله فيكم أيها الأحباب انتظرونا بإذن الله في حلقة بس مباشر بعد قليل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته